طيب هل مصر تتعرض الآن وهذه الأيام لغازات سامة؟ من ثلاث أيام حصل بركان ضخم في جزيرة لابالما الأسبانية أصفر عن تدمير أكتر من 1800 بيت فجأة لإنال لغت كلام كتير قالك مصر بتحدي تأثر بغازات سامة نتيجة توابع هذا البركان أهمية الموضوع لأنه يهم المصريين خلت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يتواصل مع وزارة البيئة اللي بدورها نفت تلك الأنباء وأكدت أن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان لابالما نظراً لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره وزارة البيئة كمان أكدت أن محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظي لرصد أي معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة ولا يوجد هكذا قالت وزارة البيئة ما يدعو للقلق من هذا البركان ده خبر بيقول عن التغيرات البيئة واللي بيحصل في العالم والبراكين والزلازل ربنا يصورها علينا لكن احنا بخير لكن بخير